بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الذين أوضعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 21 مترشحاً وذلك مع نهاية اليوم الرابع لتقديم الترشحات وقال مصدر في هيئة الانتخابات إن غالبية الطلبات جاءت من مرشحين مستقلين مضيفاً أنه لا يزال الغموض يلف احتمال ترشيح رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات القادمة وبدأ تقديم طلبات الترشح في الثاني من الشهر الجاري وينتهي في التاسع منه